اشتركوا في القناة ويأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطرشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماء مات من أرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذين سل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذين خلق الأزواد كلها ودعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستبوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استبيتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقربون ودعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون فقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنا هم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخلصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أغسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أغسلتم به كافرون فأنتقمنا منهم فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين ودعنها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وأباءهم حتى جاءهم الحق رسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن غسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة نجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسجدا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاء أنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ظلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي بعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على سراط مستقيم فإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون فاسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أدعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعول وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر دعوا لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا جكاة جوبين فلولا ألقي عليه أسبرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فاجعلناهم صلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون فقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لدعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعد فلا تمترن بها ما اتبعون هذا سراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبيت نادقان قد جئتكم بالحكمة ولأبيت لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا سراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فغيل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغدة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآلاتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحمرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلز الأعجن وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورستموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا نفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثلكم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجباهم بلا فرسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب الصمابات من أرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا وينعبوا حتى جناقوا يومهم الذي يعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذين هو ملك الصمابات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون